و قبيل زيارة الرئيس الصيني اليوم إلى روسيا نستعرض العلاقات بين البلدين والتي نمت في السنوات الأخيرة و بلغت مستويات غير مسبوقة و بات البلدان ينسقان في ملفات كثيرة خاصة ما تعلق منها بمواجهة سياسات الدول الغربية على الساحة الدولية و أبرز مثال على ذلك هو أن موسكو و بكين ترفضان عالما أحادية القطبية و تسعيان إلى عالم متعدد الأقطاب و قد أكد الرئيس فلاديمار بوتين ذلك في تصريحات لوسائل إعلام الصينية بأن البلدين يرفضان مسار واشنطن لإحتوائهما في خضم التقارب بين البلدين تقول الصين أنها حافظت على موقف متوازن و محايد تجاه أزمة أوكرانيا و تسعى إلى حل هذه الأزمة من خلال المبادرة التي تطرحها رغم اعتراف رئيسها في تصريحات لوسائل إعلام روسية بأن المهمة ليست سهلة و لقيت المساعي الصينية لحل أزمة أوكرانيا ترحيب الجانب الروسي رغم أن الرئيس فلاديمار بوتين قال أن حل الأزمة يجب أن يستند إلى محادثات جادة مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية الجديدة عدا عن ذلك فأن البلدين مواقف مشتركة في عدد من الملفات الدولية كرفض الصين العقوبات الغربية أحادية الجانب على روسيا و كذلك دعم موسكو لبكين في مسألة أزمة تايوان بالتزامن مع تقارب المواقف بين موسكو و بكين بشأن عدد من القضايا الدولية يسعى الطرفان إلى زيادة التعاون الاقتصادي حيث اقترب حجم التبادل التجاري بينهما من 200 مليار دولار حسب رئيس بوتين و الذي دعا في تصريحاته لوسائل إعلام الصينية إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري بالعملات الوطنية لكن التقارب المتصاعد بين روسيا و الصين بات يثير قلق الدول الغربية خاصة واشنطن التي باتت ترى في ذلك تهديدا مباشرا لمصالحها في المقابل تعتبر بعض الأطراف أن البلدين ما زال بعيدين لحد الآن على الأقل عن تشكيل تحالف قوي قادر على مواجهة الدول الغربية